موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة The Age التي نشرت تحت عنوان تزايد المخاوف مع إعلان الجهاديين الخلافة جاء فيه تقول صحيفة The Age إن الحكومة الأسترالية وصفت إعلان المسلحين في سوريا والعراق قيام الخلافة وتأسيس دولة إسلامية على طريقة العصور الوسطى بزعامة أبو بكر البغدادي ووصفته بالعمل الإرهابي وتنقل الصحيفة عن أحد سكان مدينة أبو غريب العراقية قوله لا شيء تغير في حياتنا سوى أننا خائفون وترى الصحيفة أن إعلان المسلحين في العراق والشام الخلافة الإسلامية يعد مؤشرا على ولادة عهد جديد من الفكر الجهادي العابر للحدود حيث طالبت الدولة الإسلامية جميع الفصائل لما فيها القاعدة بالولاء لها ضمن حدود دولتها التي تقول أنها تمتد من حلب السوريا إلى ديال العراقية وتقول صحيفة على لسان أحد الباحثين المتخصصين من جماعات الجهادية إن إعلان الخلافة الإسلامية يعتبر أهم حدث بالنسبة للجهاديين منذ أحداث الحادي عشر من سمتبر وأثر هذا الإعلان سيكون عالميا حيث ينبغي لتنظيم القاعدة والمجموعات الجهادية إعلان ضوائها تحت راية الدولة الإسلامية أو معارضتها كما تنقن الصحيفة عن أحد النواب الأستراليين قوله إن إعلان الخلافة يمثل تهديدا للأمن القومي لأستراليا حيث سيحاول الجهاديون تصدير الإرهاب إلى الخارج بحسب رأيه نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة جيروسالين بوست التي نشرت تحت عنوان العثور على جثث المخطوفين الإسرائيليين قرب الخليل جاء فيه أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس أن وحدة من الجيش عثرت على جثث الشبان الثلاثة المخطوفين منذ أكثر من أسبوعين في إحدى المناطق القريبة من مدينة الخليل شمال الضفة الغربية وتنقل الصحيفة عن مصادر عسكرية أنه تم العثور على جثث الشبان الثلاثة في حقل مفتوح بمنطقة حلحول شمال مدينة الخليل وكان الشبان الثلاثة وهم إيال يفرح في التاسعة عشر من العمر وجلعات شاعر ونفتالي فرنكل في السادسة عشر من العمر قد تعرضوا للاختطاف قبل أكثر من أسبوعين في منطقة جورش عتسيون القريبة من مدينة الخليل في الضفة الغربية وقد اتهمت السلطات الإسرائيلية حركة المقاومة الإسلامية حماس بالوقوف وراء اختطافهم إلا أن حركة حماس نفت الاتهامات الإسرائيلية وبرأت نفسها من هذه الحادثة وكان جهاز الأمن الإسرائيلي الشابك قد أعلن الأسبوع الماضي أن أشخاص ينسمون إلى حركة حماس في مدينة الخليل هم من قاموا باختطاف الإسرائيليين الثلاثة وعقد المجلس الوزري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية جلسة طارئة ليلة السبت لبحث في قضية مقتل الشبان الثلاثة نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالاً لحسين شبكشي بعنوان وجوه الإرهاب قلفي عندما أعلن أبو بكر البغدادي إطلقه دولة الخلافة الإسلامية في مسمها الجديد الذي حل بديلاً عن داعش وهو الاسم المعروف للدولة الإسلامية في العراق والشام أراد أن يطلق بذلك حملة ترويجية أو كما يطلق عليه في علم التسويق إعادة مركزة للمنتج أو للعلامة التجارية فداعش أضافت اسم الخلافة الجداب والمصاحب للحالة العاطفية لكل من يطلع عليه فهو استرجاع لمواض جميل في التاريخ الإسلامي وأعلن أبو بكر البغدادي نفسه خليفة للمسلمين بدلاً من زعيم تنظيم أو أمير جماعة أصبحت مرتبطة ذهنياً باسم التنظيمات الإرهابية وأضاف البغدادي إلى اسمه العدناني القرشي ليحرك في قلوب الأتباع والمترددين في الانتماء إلى آل البيت الشريف وإلى قريش القبيلة المكية الكبيرة وأعلن عن كل ذلك في أول شهر رمضان الفضيل الذي له مكانة خاصة ومقدسة جداً في قلوب المسلمين كافة وإلى هنا تنتهي علاقة هذه الفرقة بأي شيء له علاقة بالدين الإسلامي الذي يجمع عليه المسلمون حول العالم هذه المجموعة هي نموذج جديد لما يسمى بالخروج من مصباح التطرف والجنون الذي كلما فركه أحد خرج من القمقم جني جديد يشعل التطرف بشكل أحمق هذا المناخ ولد تطرفاً شديداً أظهر تنظيم القاعدة الإرهابي بفروعه في العراق واليمن والجزيرة العربية وشمال إفريقيا وحركتي الشباب بالصومال وبوكو حرام في نيجيريا تماماً كما ظهرت حركات وفروع تابعة لحزب الله في العراق واليمن ونيجيريا ومصر وسوريا كل هذا الجنون لابد أن يولد تطرفاً وجنوناً وتشدداً من الشكل الذي نلقاه ونعيشه ويهدد أمننا وسلامتنا وهذا نتاج طبيعي لكل ذلك المنطقة مرشحة للمزيد من التصعيد والتعقيد فالتربة لا تزال خصبة لزرع المزيد من الكوارث والفتن فيها وذلك بعد غياب الصوت الوسطي والمؤثر والمؤهن وتغيبه في حالة كثيرة من الواضح أن العالم الإسلامي بحاجة ماسة لتهذيب الفتاوي ووضع حد لبهزلة الإفتاء المطلق بالشكل الفوضوي الحاصل الآن الذي لم يعد فقط مثار للسخرية والتندر ولكنه تحول مع الوقت إلى خطر شديد على سلامة الأوطان يهدد الاستقرار والسلمة الاجتماعية غلو الخطاب التكثري في بعض كتب السنة والشيعة وزيادة حدته في الخطاب الديني سيزيدان من عواقب ما هو قادم وقد يزيدان من اشتعال الحروب الطائفية في منطقة تبدو أهلتا لذلك ومع كل المحاولات الاعتذارية من علماء دينا في الطائفتين فإن الواقع المؤلم يبقى قائما وتبقى الكتب والفتاوى التحرضية موجودة داعش وجه قبيح وقاتل وهو الوجه الآخر لحزب الله الإرهابي وهما بحاجة ماسة لبعضهما البعض ليبقي على قيد الحياة فهما يتغذيان على دماء الآخرين وتحديدا دماء الآخر لأن ذلك الأمر تحديدا هو سبب بقائهما على قيد الحياة وكلهما بحاجة لإظهار العكس عنهم لتبرد بقائهما واستمرارهما لكن المنطقة بحاجة ماسة للخلاص منهما فورا فهما بصمات الشر وأثاره وجرائمهم بمختلف أشكالها لم يعد من الممكن قبولها المنطقة بحاجة إلى أن تتطهر من هذه الأشكال الإرهابية ويجب التعامل معهما على أنهما عصابات لا علاقة لها بالدين والمسؤولية تقع على العقلاء جميعا في المنطقة لأننا تعاملوا مع قنبلة نووية في أضرارها إذا منفجرت فستنال وتصم شضاياها أفراد المجتمع كافة دون أي استثناء مواصر مشاهدين الكرام مع موقع العربي الجديد الذي نشر مقالا لميشيل كيلو بعنوان تصحيح خطأ الكبار جاء فيه لم تجد قيادة في المعارضة تفسيرا لسلبية أمريكا ولإحجامها عن مساعدة الشعب السوري غير إيهام نفسها بأن واشنطن أخطأت في رسم سياستها السورية وأن عليها مساعدتها كي تتخلص من خطائها وإلا فإنها لن تساعد السوريين على التخلص من الأسد ونظامه ومع أن كتابات كثيرة أكدت أن مواقف أمريكا ليست ولدة خطأ في التخطيط بل هي تطبيق ناجح لسياسة البيت الأبيض التي حققت هدفا أمريكيا إسرائيليا استراتيجيا وهو شطب سوريا من معادلة القوة في المشرق العربي وتواصل العمل وتواصل العمل لتحقيق هدفين آخرين هما منع قيام نظام ديمقراطي أو إسلامي في دمشق بما قد يترتب على قيامه من نتائج خطيرة بالنسبة إلى أنظمة العرب وإسرائيل وفرض حال مديدة قدر الإمكان من الفوضى بعد سخوط نظام دمشق الحالي غير أن هذه القيادات لم تقتنع بهذه الأراء الصائبة ولم تولها ما تستحقه من اهتمام ولم تعمل بالتالي لإقامة أوضاع داخلية قادرة على تغيير مواقف الخارج عموما وأمريكا خصوصا بل حصلت سياساتها في توصير أمريكا بمصالحها الحقيقية وإقناعها بأن الثورة ستبقى دوما عند حسن ظنها وأن موثلها العليا تتفق مع القيم والموثل العليا التي وجهت وألهمت شعب سوريا لذلك سيقدم دعمها للجيش الحر أعظم الخدمات لها وسيعود الأمور إلى مسارها الصحيح ويتكفل بإنزال الهزيمة بالروسي والإيرانيين أعدائها وأعدائنا رسمت واشنطن سياسات تلبي مصالحها حققت بواسطتها نجاحات لا شك في أهميتها فما الجدوى من تعاملنا الاستراتيجية عليها ولماذا نطالبها بتغييرها بدل أن نعتمد السياسات تغير أوضاعنا تجعل من مصلحتها احترام مواقفنا ومصالحنا وإلى متى نواصل التهرب من مسؤولياتنا ونلوم غيرا على سوء حالنا إذا كنا نصر على تجاهل ملن من دور في تلاشي ما بقي من ثورتنا ونواصل تضييع وقتنا في تصحيح سياسات قوة عظمى يقول رئيسها إنها لم تضيع بعد الآن أي وقت علينا بينما لا نجد نحن دقيقة واحدة نقضيها في تصحيح أوهامنا وأخطائنا التي تقتلنا نتابع مشاهدين الكرام مع صحيفة ستار التركية التي نشرت تحت عنوان نهاية عهد الوصاية جاء فيه تشير الأنباء المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التركية المزمع إدراؤها في العاشر من آمن قادم إلى أن هذه الانتخابات ستغير وجه تركيا وستكون في نفس الوقت نهاية للوصاية العسكرية والبيروقراطية والحقوقية في تركيا ومع انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية سيكون ذلك بمثابة إعلان وفاة لكافة هذه الوصاية وإن النظام الرئاسي الجديد المتمثل باحتضان الدولة للشعب وبالعكس سيعني رفع حالة الوضع الراهن إلى غير الرجع وفي أول التعليقات على هذا الموضوع فكر نائب رئيس الوزراء بشير أطلاي أن رئاسة الجمهورية كان لها في الماضي عدة مراكز وصاية مضيفاً أن انتخاب الشعب شخصية لهذا المنصب يعني انتهاء كل هذه التخيلات من جانبه أعلن رئيس مؤسسة أنار للأبحاث والاستطلاعات أن شهر آب القادم سيشهد رفع جنازة الوصاية وسيكون بداية مرحلة انتقال السياسة إلى يد الشعب وفي السياق ذاته أفاد ردوان قايا رئيس جمعية مظلوم ذر أن موضوع من سيكون رئيساً للجمهورية أمر مهم وفي حالة ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وانتخابه للرئاسة سيكون بمنزلة مرحلة انتقالية إيجابية لتركيا في المستقبل حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في صحيفة تركيا التركية التي نشرت تحت عنوان داعش تفقد صوابها جاء فيه أعلن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام أنه أسس دولة الخلافة الإسلامية وأنه سيتوجه إلى الكعبة لهدمها جاء هذا التهديد في تغريدة عبر موقع تويتر على لسان المدعو أبو تراب المقدسي أحد عناصر هذا التنظيم وذكر المقدسي أنهم بعد احتلال ولاية الأنبار العراقية سيتوجهون لاحتلال مدينة عرعر السعودية الحدودية المحاذية للعراق ليتوجهوا بعد ذلك إلى هدم بيت الله الحرم الكعبة المشرفة وفي إشارة إلى حجاج بيت الله الحرم أعلن المقدسي أنهم سيقتلون كل من يعبد الأحجار بدلا من الله تمهيدا لهدم الكعبة لذاتها جدير بالذكر أن تنظيم داعش الذي يحكم سيطرته على مساحات ومدن عديدة في سوريا والعراق كان قبل يومين قد أعلن أن قائده أبا بكر البغددي سيكون الخليفة على دولة الخلافة هذه وذكرت الأنباء الوالدة من بلدة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة في سوريا أن داعش قد رفع علمه وسط البلدة المتاخمة لولاية أورفا التركية يذكر أن مسلح داعش سيطروا قبل ستة أشهر على بلدة تل أبيض السورية وفي سياق ذاته يذكر شهود عيان من منطقة أقجى قلعاء تركية الحدودية أن في مقدورهم رؤية العالم التابعة لدولة الخلافة الإسلامية التي أعلنها مسلح هذا التنويم نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة عين بلدي مقالا لأحمد الشامي بعنوان كل الطرق تؤدي إلى داعش قال فيه تزامن وصول الرئيس الأسمر إلى البيت الأبيض مع صعود نجم داعش إلى الدرجة التي أصبح البعض يتنبأ بتغيير في خرائط سايكس بيكو بحيث تتصدر داعش قلب الشرق الأوسط وتصبح هذه الدولة الوهبية المعتقد البعثية الجذر والقاعدية الهوى دولة السنة الموعودة بإقامة الخلافة في الأرض لصاحبها أمير المؤمنين أبو بكر القرشي البغدادي فار وصول أوباما للبيت الأبيض باشر بمشروع الفراري من العراق بهدف ترك البلاد لقمة سائقة في يد الملك الطائفي عميل إيران الذي اضطهد السنة الخروج الأمريكي العشوائي سمح لداعش بالتجذر في الأنبر ثم بمصادرة القرار السني ما بين النهرين كل هذا بفضل السياسة الحكيمة والمتفهمة لسيد البيت الأبيض في سوريا جاء تواطئ أوباما مع نظام العصابة في دمشق ليتكامل مع مشاريع البغدادي وطموحاته في الشم دخل داعش الرسمي لسوريا جاء لي رد الجميل للرئيس الأسمر عبر وسم ثورة السورية بالإرهاب القاعدي لما يعفي سيد البيت الأبيض للمسؤوليته حين تلك الجولاني في تنفيذ الدعشنة وجد بشار نفسه في ورطة أرسل البغدادي زبانيته المدججين بالسلاح النوعي لدعم نظام العصابة في دمشق بأسلوبهم في النهاية يأتي أوباما لخير السوريين بين داعش وبشار والعراقيين بين داعش والمالكي داعش هي حجر الزاوية في هذا المحور العجيب الذي يضم الشرق والغرب من الصين وروسيا حتى إسرائيل وأمريكا وروراً بالولي الفقيه داعش تقوم بالمهمات القذرة لصالح هذا المحور هي تارة تتحرش بثوار السوريين وطوراً تتحدى شقيقها التوأم المصرة ثم تخلص المالكي من القصب السني من العراق وهكذا داعش تتحرك وفق قواعد صارمة فهي لا تهاجم الأسد إلا لرفع العتب وهي تعفع التحرش بالروس والأمريكيين ولا تضر بمصالحهم لا من قريب ولا من بعيد وضع داعش من نسبة لإيران وإسرائيل أكثر وضوحاً فالبغدادي لا يعض اليد التي تطعمه ولا يبدو قريباً اليوم الذي تواجه فيه جحافل داعش زملائها من زعران نصر الله التناغم والتكامل بين السياسة الأمريكية وداعش يبرران التساؤل حول هذا التفاهم ودوافعه فهل يكون أبو بكر البغدادي؟ هو الاسم الحركي لباراك حسين أوباما إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم نلتقي مجدداً غداً إن شاء الله أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة